الحوثيون يرفضون المضي قدوماً في تنفيذ اتفاق السوكهلم بشأن الحديدة تحديات جديدة أكثر خطورة تواجه مهمة المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفث وكبير المراقبين مايكل لوليسغارد ومن خلفهم الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في غرب البلاد ولتفادي فشل المحقق يحيط باتفاق الحديدة يواصل المبعوث الأمم لقاءاته مع قيادة الميليشيا في صنعاء التي زارها للمرة الثالثة خلال أقل من شهر دون وجود مؤشرات على إمكانية أن تسهم زيارة كهذه في إنقاذ الاتفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش أقر على هامش مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية بشأن اليمن الذي انعقد الثلاثة في الجينيف ببطء التقدم في تنفيذ سحب القوات من الحديدة بعد أن نكث الحوثيون بوعودهم في الانسحاب من ميناء الصليف رأس عيسى مقابل انسحاب القوات الحكومية من شرق مدينة الحديدة مصادر على صلة بالمهمة الأممية في الحديدة عبرت عن اعتقادها بأن عدم الثقة بين الجانبين لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام تشكيل سلطة محلية لإدارة المدينة والموانئ وفق الاتفاق السوكهولم بشأن الحديدة يأتي ذلك فيما أكد السفير البريطاني إلى اليمن مايكل آرون الذي تطلع بلاده بدور مهم في الملف اليمني أن الانسحاب سيتم هذا الأسبوع محذرا في تصريح الليرويترز من أنه إذا لم يتم تنفيذ اتفاق السوكهولم فلن تعود الأمور إلى المربع رقم واحد بل إلى المربع ناقص واحد على حد تعبيره الجديد في تطورات الحديدة تمثل في الزيارة التي قام بها فريق تابع للأمم المتحدة إلى شركة مطاحن البحر الأحمر الخاضعة للقوات الحكومية دون أن يتعرض للهجوم من قبل الحثيين حدث ابتهج به الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن فشرت المنظمة الدولية في الوصول إلى هذا الموقع منذ ستة أشهر كبير المراقبين اكتفت ثلاثاء بلقاء مع الوفد الحكومي في المجمع الصناعي التابع لأخوان ثابت جنوب شرق الحديدة وذلك بهدف استكمال مشاورات تنفيذ اتفاق السويد بشأن مدينة محافظة الحديدة بحضور مندوبين من برنامج الغداء العالمي مقر الاجتماع كان هدفا لهجمات مسلح الميليشيا الذين واصلوا خرق وقف إطلاق النار الهاشة في معظم جبهات التماس بمدينة الحديدة